بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع قراءتنا للقرآن تمر علينا آيات كثيرة فيها وصف الرجولة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فآيات كثيرة فيها وصف الرجولة فمن مقصود بها هذه قيمة نحن نفتقدها في عصرنا نحتاج إلى أن يتحل الإنسان بوصف الرجل فالرجولة تعني الصفات الحميدة وإن كان في أساسها الذكورة لكن ليست هذا هو المقصود وإنما تعني الذكر من الإنسان فهو يسمى رجل وقد يصغر فيقال عنه رجيل وقد يقال عنه رويجل هذا من حيث المعنى اللغوي ولذلك عندما عرفوه استرحانا قالوا هو الإنسان من الناس معنى إنسان يعني يتصف بصفات الإنسانية الصفات المحمودة أن يكون إيجابيا مع نفسه وأن يكون إيجابيا مع أسراته أن يكون إيجابيا في مجتمعه أن يكون إيجابيا مع أمته ألا يعيش بطالا وإنما يسعى ويكد إن الله تعالى كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه إن الله تعالى خلق الأيدي لتعمل فإن لم يكن لها في الطاعة باب فتحت لها في المعصية أبواب فالرجل هو الذي يعمل ويكد الرجال قوامون على النساء فهو رجل يتحمل المسؤولية يقوم على رعاية أهله ورعاية أولاده طعاما وشرابا وكساء وحماية وصيانة وتعليما وتطبيبا فهو يقوم ليست الرجول مجرد وصف استعلائي وإنما الرجولة وصف يحمل المسؤولية تحمله هم الرعاية والرجل في بيته الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته ولذلك أنا أعجب ونحن في رمضان من رجل كل هم أن يكثر من التدخيل وأن يجلس على المقاهي بالساعات الطوال وينسى أولاده وينسى زوجته وينسى أهله وينسى رحمه هل هذه الرجولة؟ الرجولة أن تكون حمالا للمسؤولية اتجاه أهلك اتجاه والديك بالبر وحسن السمع والطاعة واتجاه زوجك بحسن العشرة واتجاه أولادك بحسن الرعاية واتجاه جيرانك بحسن الجوار واتجاه زملائك بحسن الصحبة واتجاه مهنتك بحسن الإتقان فهذه أيها الكرام هي الرجولة لذلك للأسف الشديد كثير من الناس ذكور لكن القلة منهم هم الرجال الرجولة في القرآن تبدأ بالإيمان بالله وحسن الإقبال عليه وتعمير بيته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال صفاتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لذلك الرجل هو الذي يثبت على ذكر الله وعلى طاعة الله وليس المقصود هنا الذكر أن يمكث الساعات الطوال في المسجد وإنما السعي الحلال ذكر وإصلاح ذات البين ذكر والكلمة الطيبة ذكر فالمقصود هنا أن يعيش هكذا لذلك الله وصفهم عندما قال رجال لا تلهيهم لا يعيشون معا له لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثانيا وإقام الصلاة الرجل هو الذي يحافظ على الصلاة مسجدا وعبادة وإيطاء الزكاة البعد المجتمعي يعيش مع مجتمعه إيجابيا يتصدق ولو بالقليل والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل لنا حديثا قدسيا وأحب أهل السخاء الله تعالى يقول وأحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد هو فقير وسخي نعم لا يملك إلا رغيف خبز لكنه يقسمه نصفين مع أخيه هؤلاء الكرام من السلفي والصحب الكرام عاشوا هكذا كانوا يعيشون بهذه الرجول الإيجابية وإيطاء الزكاة لماذا؟ لأنهم يحملون هم أخرتهم الذي دفعهم إلى أن يكونوا رجال ويتسمون بالصفات الحسنة أنهم حملوا هم أخرتهم اعتبروا بأن الدنيا ليست مقر وإنما هي طريق وممر يوصل العبد إلى الدار الباقية نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فيها دار السلام فهذا رجل يحمل هم أخرى فعندما حمل هم أخرى ثبت على طريق مولاه في دنيا هذا هو الأصل هذه الصفات التي يجب أن ننميها في نفوس أولادنا وشبابنا وأن نجدد الوعي لهذه الأمة أن تعيش برجوله والقرآن الكريم تحدث في أكثر من مرة مرة عندما جلس أبو حنظل الفاسق ومعه بعض أصحابه ليحكموا مؤامرة إفساد هذا الدين وأقاموا مسجدا سماه القرآن مسجد ضرار كان الهدف منه أن يقول فيه أقوالا وكلاما يفسد على الأمة عقيدتها وكما يحدث الآن هناك منابر وأوكار لصناعة الضلال وصناعة الإلحاد ما دورنا نحن الصحابة الكرام كما قال القرآن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذا الخطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجال فيه رجال صفاتهم يحبون أن يتطهروا قضية الطهارة عندهم حب والطهارة هنا لا تعني الوضوء أو الإغتسال أو قضاء الحاجة وإنما الطهارة من المعصية الطهارة من المخالفة فالمعصية نجاسة طهارتها التوبة الطهارة من الرياء الرياء نجاسة طهارته الإخلاص الشرك نجاسة طهارته نجاسة معنوية طهارته الإيمان صناعة التهم وإشاعة الأقوال التي تفرق الأمة نجاسة علاجها وطهارتها إقرار الحق وتوضيح الأمر وعدم الرضا بوجود أمثال هؤلاء ينخرون في جسد الأمة أو كهر الإضلال والظلام ولا حول لقات إلا بالله لذلك القرآن ضرب مثلين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين مؤمن اليسين رجل كان يعيش في أقصى المدينة لكنه لم يتحمل أن يعصي الله قومه وأن يطردوا رسل الله قال يا قوم اتبعوا المرسلين وتحمل النتيجة فقتلوه فدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فالمسلم يجب أن يكون رجلا في صفات الإنسانية عابدا مؤمنا موقنا يعيش على طريق الله وكل رجائه أن يرضى عنه الله اللهم إنا نسألك أن ترضى عن جميع الصائمين والعابدين وأن ترضى عنا معهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آل بيتي الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته